الفطرة دي الناس كل شي كتشكها هاللي كتشكها من سعالها هاللي كتشكها من نزلها هاللي كتشكها من ضيقة نفسها تشكها من الحساسية وهذا كله كيرجع اساسا الى كأن هناك نقص في المناعة والنقص دي المناعة كيخلي الانسان انه يراجع نفسه ويراجع الحسابة دياله مع ذاك شي لكي يكل او الحمد لله فهذا الفطرة هذه اللي هي فطرة ديال الفطرة ديال اللي كتكون شي اما حارج على دات ديال الانسان خاص يكون هناك واحد الاخت ديال الحيطة والحضر باش ما انسان ما يتصبش بشي شي ضربة اللي تكون شوية قصحة عليه وهذا طبيعة الحل الحمد لله احنا عندنا دبا جوج ديال كما كيقوله جوج ديال الطرق المعبدة اللي كتأدي الى الصحة الطريق اللي كان فيها الطبيب والمفتصل في المجال ديال الطيبي وكان كذلك المتخصيص في التغذية فالمكي يكون هناك واحد المواكبة بينيا ما بين ما هو طيبي وما هو غدائي الحمد لله كتكون هناك استجابة جد جد طيبة فمن من من ناحية ديال الطيب الحمد لله لجميلة كل مرة كتأتي تغوت على الطيباء متخصيصين في هذا المجال ماشي كم غوت عليهم كنا نطلب منهم يحضروا معانا والمهم فهمتيني مش نقول لغاية تفهميني يدولي كهم ويفهموني المغربة يدولي كين ممكن احنا عندنا نغوت عليهم اللي اطلبهم ولن ناديهم ولكن هي تعيط عليهم ممتاز ماشي تغوطي اليوم جبديل على الصوت تخيل ابدا 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 من من باب البسط هو ان راح ان شاء الله مرة 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 كنحاول اندخلوا الفرحة والبهجال القلوب ديال المستمعي الكرام وقلنا بانه كيكون هناك مواكبة وللا جميلة كتدير هناك استضافة الواحد المجموعة ديال المتخصيصين في المجال ليهم مآطبة وكذلك والنوع التاني ليهم احنايا كمتخصيصين في التغذية لي كيحاولتهم من 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 الباب من الوجه ديالهم يحاولوا يوجهوا المستهلك والمعني بالامر الى ما هو ايجابي فالنسبة لهذا البريود هذي واحنا في حاجة الى الرفع ديال مستوى المانعة كنا توقفنا عند واحد المجموعة ديال الامور قبلية وقلنا بانه الحوامد يعني البرتوقال والحامد والبومبلوموس اللي كان عبوا يدور مهم فضل الامر هذا كذلك الفلفلة بالالوان ديالها الثلاث كان الحمراء والخضراء والصفراء كان البروكولي اللي كنا تكلمنا عليه وعلاش بالضبط البروكولي اللي عنده هاد الفائدة وهاد الامية الاهمية في الرفع ديال مستوى المناعة كان كذلك التوم وما ادرك ما التوم والعديد الان للأبحث العلمية ولا التجارب على المستوى ديال الميداني ولا التجارب على المستوى المحلي في الديور ديال الانسان ولو كي يقولوا بانه تمى لها ما لها من من الفائدة على الرفع ديال مستوى ديال المناعة وكذلك ما يسمى بالزنجبيل أو لاسكنجبير لا الأخضر ولا البودر هذا كلهم كذلك لهم دور مهم في الرفع دي المستوى دي المناعة إضافة إلى ذلك كذلك السبانيخ السبانيخ لما كنت تكلموا على السبانيخ هنا في نتوقفنا في الأسبوع الماضي على أن السبانيخ واش عندها شي دور فعال في الرفع دي المستوى دي المناعة وقلنا بأنه لما كيكون هناك يعني مادة كتقدم لي الحديد بشكل كبير أوتوماتيك ملحديد له دور كبير وكبير جدا في الرفع دي المستوى دي المناعة دائما نشوف هاد الإطار دي المواد الغادائية وأكيد غير رجعو المادة اللي تكلمنا على قبيلة آآ بالتفصيل حتى هي علش الله ما نتكلمو الأسبوعي فات كنا تكلمنا على البصلة الباديانة والقرونفل وفعلا كي بيقول لك القاتصادة أنا بزافة الناس آآ عملوا هاد الوصفة وأكيد كي الناس اللي رقينا في الميساج ديالهم بعضا مشكورين بزاف على التعليقات ديالهم الإيجابية آآ قال لك أنا ده جاحنا جربناه وفعلا لقينا عليها استيحسان وكي الناس آخرين اللي غن نتكلموا معهم الناس اللي قال لك أنا ما كان قدرش على المادة ديال البصلة والإشارة ما كتبقاش فيها المادة ديالبصلة صراح أنا رجعو ربطة عندي ميتة برافو بغدش و جات كدك شي وانا شربت اغي مرة وحدة صراح مرة وحدة هاي مرة وحدة آآ ولكن مادة ديالها في غيم وما كتبقاش فيه المادة ديالبصلة جد البصلة صح كتهرسوا بدك الباديانة وباسمتو نعم والقرون في الناس كتساءل جيمة آآ واش حيت كتهرس المادة ديالها دوك حتى الناس ربما اللي ما كيستحسنوش اولى المعدد ديالهم ما كتقبلش للبصلة ممكن انهم ياخدوها اولى يبدلوا البصلة بشي عنصر خر هو هاد هاد شي اللي كان عطاه دابا هو الباديل ديال لك شي اللي بحن حدا فاش كان قوله وتيخوض البصلة زائد القرون في الزائد للباديانة هاد بحلا نسمتو سيتان تخيط من داتاك يعني في البلاسك يكون هناك تفاعلين سريع ما بين ما يجري عن المستوى ديالصدر وما يجري عن المستوى ديالجميع المؤدية الى الصدر ثم النتيجة مثل الوقت اللي كيكون هناك تفاعل ايجابي وسريع ما بين هاد الامور هادو كتقل ان نحاولو نصحو الاخوان اللي كي يسمعوا لنا فهذا المباشر فهذا القناة المباشر المباركة لما كيتسنطولينك نقول لو تديركين عندكم الطريقة الاولى طريقة السريعة طريقة اللي ممكن تعطينا نتيجة جد ايجابية على هاد القضية وهو اننا نستعملوا مواد اللي معروفة وتابتة علميا انها كترفع من المستوى المناعة وكتخفف العبء ديال يعني المحنة اللي كيعيش الانسان من ناحية ديال السعال ولا من ناحية ديال كذلك زيادة في الحرارة في الليل ديالانسان وما الى غير ذلك من الاشياء المواكبة للنزلة اللي تكلمنا عليها اما الى كان مثلا عندهم مشكلة مع البصلة كان لازمتوا لازالتغناتيف ولازالتغناتيف هم اللي قلنا عليهم قلنا بانه الانسان ممكن يلتج البروكلي البروكلي عجيب جدا قلنا كده وقفنا عند عند السابانيخ وعليش السابانيخ لان تهي كترفع من المستوى المناعة بوحد شكل كبير كبير جدا وكترفع من الايد ديال الجسم ديال الانسان وخاصة كتغني بالفيطامين اا وفيطامين بينف وفيطامين كا وفيطامين سي وادو كل معروف عن المستوى المناعة مزياني نعم اكيد كين بزف دلمواد احنا ديما بنيتنا نتكلموا لها استاد تنقول لك ان تكلموا لها وكنتسحو دائما الناس ان لا رمشي ديك المادة بوحديتها الاخديتها ربما لغا ترفع مناء ديالك او لغا تشافي او لا راكين بزاف ديال ربما منيك نجمع بزاف ديال مواد الغدائية مع بعض ممكن انها تعطيك واحد القوة واحد مناء واكيد الناس اللي عندهم امراض او غيرها دائما قسم يمازنوا ما بين ما هو طيبي والعلاجات ديالهم وما بين تغذية لانها كتكون تكميلة ممتازة في العلاج هنا اه تكلمنا قبيلة على لزيبيناغ او للسبانخ اه من الخضار الورقية اللي تهي موجودة والمغرب او للمغربة كيستهلكوها بشكل كبير عليها بزاف ديال القيل والقالي كيمزاف الناس يكون لغنية بزاف بالحديد ديكو يعني ان الناس اللي عندهم فقر الدم اللي هو النتيجة دياله النقص الحديد او للناس اللي ربما بغين يقويوا الماناعة ديالهم او للرياضين او غيرها فكي ياخدوها بكميات كثيرة بانها مادة اللي هي ملحة شوية لزيبيناغ ملحة واحد شوية دوك اه واش فعلا هاد المسألة ونعتمدوا علىها في نظام غدائي ديالنا او لا ربما المعلومات عندها نسبة اقل اه شنو تقسيم ديالها هو بطبيعة الحل ما كتكتكلم مثلا على لاي مادة غدائية كيف ما كالحال ديالها كتشوف ديك المادة الغدائية فين او او لما كتكلم على اي نبتة اه بحيدة فين الماء النتيجة لما كالحال دا بات اجبتي لانصور ديال الحديد اي اه واش واش سمتو غني بمادة الحديد او غير سمتو الحديد والكلام عليها اللي كيكون اه كي زادوا فيه كما كيقولوا كيقولوا بان ارى زايدة فيها الحديد اوه كيقول لك ديال نعيب البحيرة تفتشها هو انك تمشي التران وتشوف كس كي سبس ونبو ديال هاد هاد الابلنت هادي واش فعلا الي ريشون فارو لهذا دونك اوتوماتيكما كتتحطى الاجزرسيس في اللابوراتور وكتشوف واش الكلام اللي اللي تقال عليها في المجال ديال الحديد كاين ولم غير كاين هو الان لما درس كالهلي كاديز اتود على البانان تبينه تبين بأن مئة غرام ديال البانان ديال الف وتعمية خمس وثمانين كان فيه تلتمية وثلاثين ميلي جرام ديالة فيتامين باسيس. والا ك我也 اق鬼 اوكي. الآن في الفين وجوج واجوج لما عمت اني ديال بانانة ديال مئة جرام القو oathua يلا تمنطاش ميلي جرام ديالة فيتامين باسيس. وهده شنو يعني بأنه근ة ديالة فيت اماتين كان تخيغيشانcamcamcamcamcamcamcamcamcamcamcamcamcamcamcamcamcamcamcamcamcamcamcamcamcamagu الفين وجود. هذا ما يعنيش بانه لازمتو البانان مبقاش اسمتوك انتج الفيتامين بي سيس ولكن البانان ولك يتواجد على واحد تربة لفقرة اللي خلاته ما كيهش هدوك المواد اللي كتصنع بها الفيتامين بي سيس ويخلي من البانانة غانية كما كانت في الف وتسعمل وخمسة وثمانية شيء اللي ممكن يوقع كذلك حتى مع السبانيخ اللي يوقف مع اي النبتم النباتات اللي موجودة على وجه الارض. فاللي معروف هو ان السبانيخ اللي غاسن ديالو اللي فت باش انها تمص جميع الحديد اللي كينا في 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 التربة. فإلا كانت ذيك التربة غانية بالحديد اوتوماتيك مو غادي تكون غادي تواجد في الورقة. وإلا كانت تربة فاقرة اوتوماتيك مو را غادي تهن. إذا في الوقت اللي غادي نتكلم على السبانيخ كنت تكلم عليها بمحد العناطيوغ ديال التربة اللي كينا فيها. والآن شنو كي خلينا نقولو واش لازيبنا غانية ولا ماشي غانية. اولا التحاليل. والآن كان هناك مجموعة ديال الابحات اللي بينات بان المستوى ديال الحديد في اللي زيبنا طالع مقارنة مع واحدة مجموعة ديال المواد الغدائية الاخرى. الشي اللي خلاني انا كدكتور وحسين اللي خلاني دائما نعتمد عليها وعلى الباربة وعلى اللي بوم هاد تولاتي هذا النس لي عندهم لانيمي نس لي عندهم فقر الفقر الدم وعندهم نقص في الحديد. غالبا ما كان اعطيهم هات ولا هاتي هادا. والحمد لله نتائج كانت جد جد مرضية وجد ايجابيا بعد واحد وعشرين يوم ديال تعامل ديالهم ديال اكل ديالهم. والله هاد المثلات اللي غاني اصلا بغاني بسمده بالحديد. فقط ان التفاحته هو ماشي من اجل غنى دياله وانما التفاح كيساعد على ان يخليني نتخلص من النفاية اللي كان على المستوى ديال الامعاء الدقيقة. وكيخلي الامكانيات ديال دخول. الحديد اللي كيكون في السابانيك ولي كيكون في البربا. كيسهل المتصاص. ايوا. وكيدخل الدورة الدموية. والحمد لله كتلقى بانه كان هناك يعني ردة فعل ديال الجسم ايجابية. لك تخلي ان هاداك اللي كان عنده بالامس نقص في الحديد وهاداك اللي كان عنده نقص في الكورية الحمراء. الان كيولي عنده زيادة وكيولي كيوصل الى المستوى العادي دياله. نعم. هنم سنتكلموا على اللي زيبيناغ يعني كمادة غنية فيها الحديد وفيها مواد اخرى اكيد او فيتامينات ومعادن بحالها بحال بزاف ديال المواد اولى الخضروات كنتكلموا انها بالصفتها انها تكون خضرة. يعني واش مني كالطيب. حتى اللي زيبيناغ الناس كيطيبوهم. يعني في الفاقس اولادة بش كيعمروا بهم كيطيبوهم. يعني قليل لي كياخدها خضرة كعاصير مثلا مع البربا مع الكيوي مع الحامض مع الخيار مع هاد الامور كلها. قليل لي كي لكي اخدها عاصير. فهنا يا واش في لان كتفقد واحد النسبة من المعادن ديالها من الفيتاميات ديالها الى طابت او لا لا. لان هي كالطيب كالدبال كتتتكمش يعني انها كتبقى الكمية تقليلة. برافو. الو في الوقت اللي سولتيني هاد السؤال شنو كنقول احنا عنا قاعدة. القاعدة شنو كتقول اي مادة دخلت للعافية فاتلا قد تم قتله جامع الاشياء الحية التي موجودة بها. الاشياء اللي كتكون حية في في المادة الغدائية. كالانزيمات. اي. وكالفيتامينات. وكالبروتينات بعد المجموعة ديالبروتينات هادو كلهم كيتحلوا. ايه. بفعل الحرارة. كيتدمروا بفعل الحرارة. اذا في الوقت اللي غنجي ناخد نقوله الديانة طيب تليزيبينة. اوتوماتيك مو غدين نفقد. لفيتامين ا. ولا فيتامين بنف. ولا فيتامين سي. ولا فيتامين ك. اللي كينا فيها. شنو كنخلي يالله الاليف والاملح المعدين يا لي ممكن تستفد منهم. فلهذا الناس اللي عندهم كتجيهم بنينا المكلة ديال ديال اللي زيبينة. كنقول ما فيها بس طيب. ولكن في المقابل دير عصير ديال اللي زيبينة. وهنا كتولي كتت تزاوج ما بين ما هو غدائي وما هو بنا. البنارة كنناخدها مع الطياب ولكن التغذية واحياء الدات كتكون ما هو عصير. فالناس اللي عندهم مشكل ديال العنيمي وديك شنو كنقول كنقول هاد تولاتي اللي هو الباربا ولزيبينة وكدلي كتفح هادو كتاخدهم فلاصة عن طريفي جوز كتخرج لك واحد الكاس ديال العصير عامر كتزيد عليه العسل ديال الفصة وكتلقى رسك بانك امام واحد واحد المنجم ديال المواد الغدائية اللي غد ترفع المستوى ديال لا المناعة ولا الكوريات الحمراء ولا كدلك ممتاز في ذات الانسان. في التفح تفح 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 تهو من المواد اللي بزافة الناس كتبغي انها تسهلكها وتبارك الله راهب كين كتر يعني انا قريت معلومة ديال انه اللي بغي تغير دوق كل انواع ديال التفح خاصة تقريبا واحد اه عشرين سنة باش يلا تكمله. يعني كين انواع كتيرا. ربما حنا اللي طاغي عدنا او اللي كين هنا مثلا في المغرب او لها العلاقل اللي كنشوفوه يعني انواع اللي هي قليلة كنشوفوه التفح ذاك المرميل الحمر الخضار اه هكا سفار يعني كنشوف غير انواع اللي هي قليلة مشي كتير بزاف. مي سمحان الخالق يعني كينين في غي مو انواع اللي هي كتير وبزاف عاد. هنا نهضرو على تفح لعدنا. الناس كاس بغيت اخد ولكن كتقول لك لا لا اخدي التفح للحمر حلو بزاف. لا اخديت الخضر حامض. إذا أخذت الصفر كي يكون مرمل واش ناخد واش ما ناخدوش أيهما كيرفع المناعة واش عندهم نفس الشي نتكلموا على هذه النقطة هذه ممتاز الآن في الأيام كنلقى تفاح الخضر وكنلقى تفاح الصفر وكنلقى تفاح الحمر هالثلاثة هؤلاء كلهم من ناحية الغدائية عجيبة من ناحية تكوين ديالهم ما يسمى بليفيبر غنية بليفيبر هادوك الألياف اللي كين فيهم كتساعد بواحد شكل كبير لتطور ديال الميكروبات النفعة والما كنقول هناك إمكانية ديال تطوير الميكروبات النفعة لا كمًا ولا كيفًا هذا بالنسبة لي جيد جيد مهم ولكن هناك واحد نقطة اللي خسنا نشير لها لما كنقول تكوين زيادة من الكم ديال الميكروبات خسنا نشوف أش من نوع ديال الميكروبات اللي كنا عندي في الدات ديالي فإلا كانت الميكروبات ضرة غتزيد في الرفع ديال المستوى ديال الميكروبات ضر وإلا كانت الميكروبات نافعة غتزيد من الرفع ديال المستوى ديال الميكروبات نافعة ففي الوقيتها اللي غنبغي المناعة عندي تزيد اشنو كنقول كنقول تفاح مفيد ولكن في المقابل خص يكون عندي ميكروبات نافئة باش ترفع ليه من المستوى ديالهم باش المناعة دات عندي بوحد شكل كبير اللي تقدر توصل حتى ما بين سبعين تلتمانين في المياه فقط بالاكل ديالي لهذا النوع ديالالياف والسكرية اللي كان فيه اللي غترفع المستوى اذا شنو هو شنو المطلوب هنا يا المطلوب هو انني نراعي واش كين عندي ميكروبات ضارة وباش نعرف الراس تبي ان عندي ميكروبوات ضارة ولا نافعة الغازات كل ما كانوا عندي الغازات كسر. ما كان ل Pensavos جنال معاس هنا لديه المكروبات الناف Vieحة كتكون والمكروبات الغير نافعة كتكون تغيير التنشنور الفرق منها. يمعنا ما كتنتج ليه بالزفد للغازات. هناك كتنتج ليه بالزفد الغازات. وبالتالي هادك لي كتنتج ليه بالزفد للغازات. ياليقد دلي المشاكين البعضية اللي كتخلي بعد تعطيني قراح تعطيني حرقة تعطيني واحدة المجموعة دي. نو كنتخلص من الميكروبات الغازية اللي كتعطيني غازات ولما كنتخلص منها انا داك كنزيد عليهم التفاح ولما كنزيد عليهم التفاح كون علي يقين بانني كنزيد في المستوى دي الميكروبات النفئة والنتيجة اشنو كندير هو انه كنشوف الماناها دي اللي كتكبر بواحد شكل كبير كبير جدا.